وقلت يا أخيتي يوم انحصرنا العماية والأراضي والأملاكة للوالد الله يغفر له ويرحمه وعدنا شيء غير عمات الشميسي هيها بشرت يا أخيتي عندها خير خير من الله عندها طال عمرس أرض زراحية في الجلة حول المزاحمية وعندها فلة في تابوك وعندها محطة بنزين في الحوطة لا وعندها أرض تجارية على شارع التحليل ويوم بحكنا وحفرنا وشفنا الكاش والسيولة اللي عندها لقينا عندها حول 36 مليون وليه ما كنا ندري ليه ما علمنا اني عنده فلوس كان الحين ما خويت شوكش وكفته عزوز ولا رحت الاستراحة اللي شاه يصديك كله سكر كان الآن مخاوي عيلا الراجحي واروح مزادات عقارية واطلع بسنابة دريم ويقول لي ينبى كبدك وكبدي بيك وجدك الله يرحمك يا جدي الله يرحمك ويحللك ويبيحك بس هذا بشي بدا هل حين انت اللي بتارث وين لمك هاقول انثبر اجلس بس اجلس ايه صح ماني دخل انا اوكي استمر رسي واقول لسي وخيتي يوم انسوينا صك حصر الارث وكلفنا محامي معتمد علشان يقسم التاركة طلع نصيبة ستة مليون وهذا شيك مصدق وبسمت الله يزاك خير تأبناك معنا نايا وخير توش دعوة هذا حقه واجب وحقة هذا حق السلشرعي يلا فملة وين رايح؟ تخده معنا ودي ودي والله يا وخيتي لكن عندي اشغال اللي فوق راسي عندي اختم نيرها برحة مرها في الشفا وابعطيها حقها وعندي اخوي خالد بمره في السويدي بعد وعطي حقها ما ودي اخرهم كثير ما اخرناهم في اجراءات سك حصر الارث فمعنا الله يعطيك العافية اجلس 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 خلاص فضحتنا بين الجيران كلهم درو يما عجبكي وضعي الحين ما غير من تسدح بالاستراحة لا اشغل ولا ما اشغلة هذا من رداك انت متى بتتوظف؟ ما لقيت نفسي بالوظيفة ما شاء الله اجل وين تشوف نفسك في مجال المال والاعمال بس تعرفين يما اليد قصيرة والوضع دميرة وانا فكرت فكرت قلت ما لها لأمي توها وارثة ستة مليون ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله فقلت لو اعطيتيني مثلا ثلاثمائة الف ما بضرس شي واوعد سوعد نهاية السنة اردها لس دبل لا ترجعها دبل رجعها مثل ما هي يعني شلو انا اخذها وارجعها لس نفس ما هي وين اللي يقول مال وعمال عز الله انك توفقت لا لا امزح امزح بس انتهاتيها